ففي مرة دخل على أمير المؤمنين أبي جعفر منصور فهي بيد أبي جعفر طبقا من اللوزة في قصة تحفظون لك ننظر إلى أشعب كيف كان يحفظ القرآن هذا عجب فأمير المؤمنين يعلم مدى حب أشعب للطعام يجلس على كرسي المملكة كده كرسي الإمارة فيأخذ لوزة من اللوزات ويلقيها إلى أشعب ففتع أشعب فاه فالتقطها يعني ما عنده وقت يأخذ باليد ويضع أنه ما في وقت ثم نظر إلى أمير المؤمنين وأمير المؤمنين يعرف أن أشعب ينتظر قال أمير المؤمنين ثانية ثنين إذ هما في الغار فألقى إليه بالثانية قال فعززناهما بثالث فألقى إليه الثالثة قال قل خذ أربعة من الطير فصرهن إليه ألقى إليه بالرابعة سيقولنا خمسة سادسهم كلبهم خمسة والسادسة سبع ليال وثمانية أيام حسومة سابعة والثامنة وكان في المدينة تسعة ترات ألقى إليه بالتاسع قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كابلة فألقى إليه بالعشر قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ألقى إليه بالحدي عشر قال إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله ألقى إليه بذلك قال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين قال يا غلام ناوله الطبق قال يا أمير المؤمنين انتظرتها من أول الأمر ولو لم تناولني الطبق كله لقلت لك وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون إذن أشعب رغم أكله وحبي للطعام لم ينسى الأعداد في القرآن وذلك حامل القرآن إنسان القرآن دائما يتعايش معه متعايش مع كتاب الله متعايش مع القصة القرآنية متعايش مع هذا المنحة العجيب ترجمة نانسي قنقر